عودة العاشر الصبح في الأهلي أهلاً من كل حضراتكم من جديد الحقيقة في الفترة الأخيرة النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي بكل مكان حلمهم تصعد يعني ما بقوش بس بيحلموا بمجرد التواجد في كأس العالم للأندية لأ دلوقتي بينا بنتكلم في الأمال المعقودة على أن احنا نشوف النادي الأهلي في نهائي كأس العالم للأندية بالمناسبة طبعاً زي ما عدد حضراتكم متابعين وزي ما اتكلمنا معاكم أنا ومارين في حلقتنا النهاردة امبارح كانت القرعة ويأولى مباريات النادي الأهلي إن شاء الله هتتلعب يوم 15 ديسمبر وحيواجه فيها الفائز من مباراة اتحاد جدة ويأوكلاند سيتي النسخة دي من بطولة كأس العالم للأندية نسخة في منتهى الأهمية بالنسبة لأن طموحنا كأهلوية بيزيد مع كل مشاركة لنا وده اللي كولر شخصياً قاله ويمكن أكتر من مرة كمان فكرة أن الجمهور عينوا على كأس العالم بعد ما حققنا العلامة الكاملة في الموسم اللي فات وإن شاء الله إحنا كلنا ثقة في الجهاز الفني وفي اللعبين إن هم يفرحون الموسم ده عندنا كلام كتير عايزين نتكلم فيه عن القرعة وعن الأهلي وعن اللي جاي في مشوار النادي الأهلي محلياً وقرياً وعالمياً مع ضفنا اللي بنورنا الأستاذ كريم فضل الناقض الرياضي صباح الفل عليك يا كريم وأهلا بك معنا صباح الفل يا أستاذ كريم صباح الفل يا مارين أنا مبسوط جداً أو بكون مبسوط أن أنا بكون معكم دايما نورنا يا كريم دايماً شفت إزاي القرعة مبارح يعني يمكن فكرة إن إحنا هنقابل الفائز من مباراة أوكرين سيتي واتحاد جدى لسه كنا بنتكلم يمكن خلال الحلقة بنتكلم عن فكرة وجود هنا لو قابلنا اتحاد جدى وهو الحقيقة إنه هو أقرب إن إحنا نقابله أكيد وجود الجماهير في السعودية سواء جماهير السعودية للاتحاد جدى وجماهير النادي الأهلي في جماهير كتير جداً للنادي الأهلي داخل السعودية شايف إزاي ممكن تكون المواجهة دي والقرعة بشكل عام هو في البداية خلينا نتفق إن النظام ده متبع منذ فترة يعني منذ تنفيذ البطولة بالشكل الحالي إن البطل أوروبا وبطل أمريكا الجنوبية بيبتعدوا عن المرحلة دي فبالتالي أنت بتلاعب بطل أكوانوسيا والمنظم أو الممثل عن الدولة دي فطبيعي جداً أنك يا هتقابل ده يا هتقابل ده فكرة إنك تلاعب اتحاد جدى دي حاجة عظيمة جداً إن يكون فيه فريق عربي على الأقل نضمن إن فريق عربي يصل لمرحلة نصف النهائي بالطبع نتمنى يكون النادي الأهلي ممثل مصر والقارة إفريقيا ولكن هتبقى أجواء جمهورية قوية جداً زي ما أنت بتقولي جمهور المصري يعني البطولة دي هتقام في السعودية يعني تعتبر في مصر مش هنروح بعيد يعني تحت جدى فريق كبير وعنده عناصر قوية جداً جداً وعملت دعمات كبيرة جداً جداً لكن يبقى الأهلي بمن حضر الأهلي أنا لازلت شايف يعني إنه يمترك الحزوز الكبرى إنه يصل للنهائي زي ما أستاذ كريم عمل المقدمة بتاعته وده يعني كان ممكن يتحقق في البطولة الماضية والبطولة اللي قبلها فإن شاء الله التالتة تبقى تبقى يعني نصل للنهائي المرة دي إن شاء الله إن شاء الله طيب فكرة تعالي قف شوية عند اتحاد جداً تحديدك وإنت طبعاً سيدي العارفين الفترة الأخيرة والكلام اللي كان داير عن محمد صلاح ولاحزنا كمان في الفترة الأخيرة أن نبرت بعض الزملاء الإعلاميين في البرامج الرياضية للمملكة العربية السعودية ابتدت أو البعض منهم ابتدى نبرته تتغير شوية بعد ما بقى فيه مؤشرات كثير بتقول إن محمد صلاح مش رايح لاتحاد جداً وبقينا نسمع البعض منهم بيقول مش فرق كثير ما إحنا عندنا لعيبة زي الفل وحاجات زي كده فالتفصيلة دي ممكن تفرق في مارش الاتحاد جداً مع الأهلي بأي حال من الأحوال أكيد الجماهير هي الجماهير في أي مكان في العالم كل جمهور نادي بيحلم إنه هو يكون عنده أفضل للعابين في العالم ومين ما يحلمش إنه يكون عنده محمد صلاح في فراته محمد صلاح يعني ميجا ستار مش سوبر ستار عيني بالفعل كان فيه ضغوط قوية جداً 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 بتمارس عليه إنه هو ينضم الاتحاد جداً بالتحديد سواء ضغوط مالية أو إغراءات أخرى يعني هيكون سفير هيكون فيه برحية كل أشكال الإغراءات تتحقق بالضبط وأنا بشكل شخصي كنت متوقع ده وقلتها مع حضرتك لو تتذكر من حوالي أكتر من شهرين لما قلت لك إنه فيه نجوم كتير وهيكون من ضمنهم محمد صلاح وكنت على تواصل مع أحد الصحفين السعوديين الكبار يعني قال لي المعلومة دي من حوالي عشر أيام قال لي إن بفعل تقدموا بعرض لوكيل محمد صلاح ومع إدارة النادي وأخذوا خطوات وساعة لكن في النهاية صلاح قرر البقاء في ليفربول حقه يعني وده يعني اختيار الكتير جداً بيشوف إنه قرار صائب قرار صح وناس تانية لأ شايفاً إن أنت كنت هتاخد مبلغ أكبر هتعلي وهتكون ممكن تكون بوابة للعبين أكتر مصريين إنه هم ينضموا لدور السعودي في ظمرة المحترفين الكبار أنت شايفاً نشارك يا كريم في النقطة دي لو أنت كنت مكاني لو أنا ككريم لا كنت هكامل في ليفربول طيب خلينا نقف عند النقطة دي هنكملها بعدين ولكن مهم جداً نحن نتابع أول بأول ولحظة بلحظة أخبار معسكر نادي القالي من نمسا وعشان كده هينضم لنا دلوقتي زميلنا العزيز جداً فاروق صلاح علشان نطلع معه على آخر مستجدات طبعاً بعثتنا في النمسا صباح الفل عليك يا فاروق يا مريم صباح الفل يا مريم بصب عليك وبصب عليك يا كريم بصب على الاتنين كريم كريم طبعاً زميلنا العزيز وصادة العزيز كريم بصاب اللي يعني دايماً بريباً مبسوطين لما نلاقيوا الوجوه الشابة اللي هي يعني موجودة على حدات النادي القالي فأنا بصب عليك يا مريم وعلى كريم وعلى كريم طبعاً يعني ممكن أسلم عليك طبعاً سلم عليك وحشني وحشني جداً جداً يا حبيب طبعاً فل يا كريم ودايماً منور قناة البيت الكبير بيت النادي الآن يا كريم منورة بيكم وبمجهوداتكم العظيمة وترجعون لنا بالسلام إن شاء الله يا حبيبي ومفسوط جداً أن أنا سمعت صوتك وأشوفك إن شاء الله على خير فاروق طبعاً تابعنا مبارح طبعاً مبدئياً كده وجود كابتن محمود الخطيب برغم الإصابة الخفيفة اللي كانت تعرض لها ونعكاسات وجوده على كل الحاضرين وكل حتى اللي تابعه من خلال يعني قناة النادي الأهلي احكينا كده الأجواء اللي كانت مصاحبة للمباراة الودية بالأمس مصر كريم يعني أنت بالتحديد رصبته مشهد مهم جداً المشهد ده بإنه في النادي الأهلي في وجود الكابتن الخطيب مشهد معتاد يعني أي مكان بتروح ويكون بوجود الكابتن الخطيب مصبوط زي يعني على رأي كابتننا الكبير اللي ربنا يشفي يا رب وديله الصحة كابتن منوية شربية كان دائما نقول لك يسحب البصاص من الجميع وكأنه من كوكب آخر يعني الكابتن الخطيب بالأنظار اللعيبة الجمهور على اللعيبة وهي بتسخر في أرض الملعب الكابتن الخطيب داخل الملعب الأنظار التي جاءت من المستطيل الأخضر إلى المدرج إلى الكابتن الخطيب كانت في مظاهرة حب الدلت بتدل على أن الحب ده نعمة من ربنا يعني مش أي إنسان بياخد النعمة دي وربنا بيقعد النعمة دي لبعض من عباده وبعض الناس الكابتن الخطيب واحد من الناس اللي يعني في أي مكان بتلاقي الحب الجميع بيلتفع فيها لكده حواليا الكابتن الخطيب يعني الجماهير حواليا الجميع يعني تصابق للتقاط الصور في الكارية يعني الكابتن الخطيب يعني بيتحمل على نفسه عايز يتصور مع كل الناس مع الجمهور الجالية المصرية العربية اللي كانت يعني عبين ملحمة بالأمس كريم في قبل المباراة يعني في مدينة تاجراتس اللي كانت صديفة تضافة المباراة الوديها للنادي العلي ثم طبعا كانت المباراة الوديها للنادي العلي مباراة يعني كان النادي العلي دخل المباراة بتشكيل طبعا مكوم من مصطفى شبيب حراسة المربة كان قدامه ومعتز محمد ورام الربيع على اثنين مستكين في الينين كان محمد مخري وفي الشمال كان كريم الدبريس في نص الملعب كان محمد مجد أفشا وكريم ندفيد قدامه كان حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وعبدالعادر وراث حربة كاربا فريق التوليفيني قطف الآله بهدف في الديها الأولى ثم يعني النادي العلي ضربت جزاء اللي تحصل عليها النادي العلي عن طريق رام الربيع اهضرها محمود عبدالمنعن كاربا ثم يعني تعادل النادي العلي معناية الشوط الأول بهدف له يعني هدف يعني هدف من اللجوان الحلوة الجميلة الكاربا بأسست روعة من أفشا اللي بعتبره من المعذكر واحد من أهم العيبة إن شاء الله للنادي العلي هذا الموسم الحالة اللي احنا شايفين عليها أفشا شايفين عليها معظم العناصر المهمة في النادي العلي بتبشرنا ان المعذكر إيجابياته كتير تفاصيله كتير ثم في الشوط الثاني طبعا يا مريم احنا كنا اتكلمنا على الجانب التخصصي في اللي بيشتغل عليه وبالأمس قلنا مع الكابتان اسلام عادل بطور الأداء اللي بيشتغل مع تعالوك الجملة اللي كانت بتطبق في التدريب هي اللي اتطبقت في الملعب بالضبط جوق سورة الهدف التاني هي جملة بالضبط اتطبقت في التدريب لعبت من خالد عبدالفتاح على القايم الأول قطع تعالوك على العرض القايم الأول وضع الهدف من وان توتش من نمسة واحدة علشان يضع الهدف التاني للنادي الآلي ثم طبعا كان الهدف التالي للنادي الآلي عن طريق طلاح محسن اللافت للنظر يا كريم يا مريم من الثلاث الهدف اللي احرزه من اللعب اللي للنادي الآلي كان عن طريق مراس الحرب عن طريق المهاجم عن طريق قهربة طلاح محسن زعلوك من فترة طويلة ما شفناش الثلاث تروس حربة في النادي الآلي بيجيبوا اهدف مبارة واحدة فدي كانت من الاجابيات ومن الأمور اللي احنا اتكلمنا عليها ويا مارم احنا يعني من أول يوم كنت موجود معاكي مع كريم دايما بنتكلم على ان مستر كولر بيحاول يطور النحل وجمية حاول انه ينوع في النحل وجمية نقلنا الصورة للجمهور بكل مصدقية نقلنا التفاصيل اللي احنا قلناه هو اللي احنا شفناه في أرض الملعب التفاصيل الفنية بيشتغل عليه مستر كولر مباراة انتهت بشكل كوي جدا ريبة ليم يعني اللي شوفهم بارح ما يقولش ان دي اول مباراة لي مع النادي الاني امام عشور اللي كان كلام كتير جدا يا ماري مرتهدات امام مصاب امام نزل في شرط اللقاء التاني من البداية يعني امام واحد من اللعيبة اللي خطفت انظار الجمهور في الملعب امام بلمساته بتمريراته بقوته فاعتقد يعني الامام وندا سليم ريين نجز وصلاح محسن اربع عناصر تم اضافتهم للنادي الاني اعتقد اضافة قوية جدا لنادي الاني هذا الموسم بالاضافة للعناصر اللي اتقابت من قطاع الناشئين سواء محمد زعلوك او معتز محمد اللاعب الـ 18 سنة او موليد 2005 بيلعب مبارح مباراة لـ 95 دقيقة يعني ما شاء الله بتقول ان عندنا مستقبل في خطة فعالنادي الاني والقرى المصرية اسمه معتز محمد ان شاء الله طي فاروق خليني اروح معاك لجزئية يعني يمكن النهاردة خلاص اليوم الاخير من المعسكر وما فيش حد يختلف ان هذا المعسكر الحقيقة اجنى سماره وبشكل كبير جدا وبشكل منعكس لكل جماهير النادي الاهلي وكل المنظومة الاهلوية لو هتكلم معاك يا فاروق على فكرة فرق المعسكر ده على المستوى البدني الفني كمان النفسي لان احنا شوفنا ده على مدار العشر تيام اللي فاتت وتبعنا معاك يعني لحظة بلحظة خليني عرف منك اكتر عن التفاصيل دي فكرة المعسكر نتائج المعسكر كلها وده هينعكس ازاي بشكل كبير جدا على الايام اللي جاية او على الموسم الجديد خاصة ان احنا شوفنا اندماج كبير جدا كمان ما بين بقى كل عناصر الفريق سواء المنضمين حديثا او العائدين من الاعارة وده اللي كمان انعكس صورته وعلى الودية اللي احنا نقدرنا نحن نفوذ بيها بهذه النتيجة يعني النقطة دي مهمة جدا يا مريم وانت يعني حاولت انت تقولي واللحظ الامور الخاصة بالمعسكر اعتقد نقطة مهمة جدا اقولك اول نقطة يا مريم ودائما يعني اكيد نختلف في هذا الامر اول نقطة بالنسبالك بتبقى اهم ايجابية من ايجابيات المعسكر بعد انتهاءه ان انت بتبقى طالع من المعسكر بدون اصابات وده بتبقى من النقاط المهمة جدا فترة بداية الموسم ومعسكر الاادات انك تطلع منه بدون اصابات بتبقى اول ايجابية بالنسبة للمدير الفني بالنسبة للعبين بالنسبة للجمهور الحمد لله انت طالع بدون اصابات بالعكس انت بعض اللعيبة اللي كانت غيبة عنك لظروف الاصابة بترجع في المعسكر بتطمن عليها بتطمن على امام عشور بتطمن على كريم فؤاد بتطمن على اكرم توفيق عايز اقولك عدم مشاركة كريم فؤاد او اكرم توفيق اللي سلمة يا طبية او للاحية فدنية ولكن هو الامر كان بالنسبة للمستر كولر للظروف المباراة او للحالة التجهيز البدني الاخيرة ليه اكرم وكريم فؤاد نظرا لغيابهم لفترة طويلة جدا لكن يعني انا اكد لك جازيتهم هيكونوا من الاوراق المهمة جدا مع مستر كولر في مباراة السوبر فدي من الاهم النقاط انك بتطلع من المعكر بدون اصابات اتمنى استكمال الامر بالنسبة لعيب المنتخب يعودوا لصفوف الاهلي في الفترة القادمة بدون اصابات الشك التاني يا مريم الشك البدني دايما فترة العداد ببقى كل الامور بتشتغل على الجانب البدني انت بترفع الحملة للعيبة قبل بداية المنافسة بترفع بالحملة ثم بتجينا عن هاية المعكر بتقلل الحمل اعتقد الجانب البدني تم العمل فعليا وخليني اللقطة دي بالتحديد يا مريم الاهلي حبر لهذا الامر مش من المعكر لكن من قبل المعكر في القياسات البدنية اللي تم اجراءها للعبين قبل الصفر الى النمسة ويعني انا كليحة اسم عاتسيا اندويا مقاطة الاحمال قال لي اللي احنا جينا ما جينا نعمل القياسات البدنية النتائج كانت مذهلة للعبين لان الحالة اللي النادي الاهلي انها عليها او فنش عليها الزوري بدنيا كانت حالة ممتازة جدا احنا بنين على اللي احنا نقل في بعض الاجهزة طبعا اللي تم استحداثها النادي الاهلي مؤخرا ومجل استدارة النادي الاهلي لم يتوانى عن ان هو يحضر ازيل الاجهزة ساعدتنا كتير جدا في تطوير الناحة البدنية فانت بتبني على اساس صحة فده الامر اللي انعكس على العبين في الناحية البدنية الناحية الفنية مستر كولر اشتغل على الجوانب الهجومية والجوانب الخططية في النادي الاهلي النادي الاهلي هيبني تمار هذه الامور ان شاء الله بدءا من مباراة السوبر بدءا من مباراة السوبر وامتداما على مدار الموسم النقطة المهمة جدا اضافة مطور الاداء كارلوس في الجهاز الفنية للنادي الاهلي اعتقد هنشوف تأثيرها مش على المدى البعيد لا على المدى القريب والمدى البعيد للنادي الاهلي لو هتقولي تقييم للمعاكر انت استفدت كام انا من وجهة نظر المتوضع انت استفدت مالا قل عن 95 او 100% من المعاكر النقطة الوحيدة اللي ممكن يعني تبقى بالنسبة لك نقطة عدم بقاء النعيبة الدولية لنهاية المعاكر او للمباراة الدولية هي دي النقطة الوحيدة للعيبة اللي انتحك بالمنتخبات الوطنية لكن بكافة الامور مهاجح للنادي الاهلي نفسيا للعيبة من اللحية البدنية من اللحية الفنية ان شاء الله يكمل على خير ان شاء الله يا مريم ونقدر ان احنا نبدأ الموسم ببطولة السوبر الفريسي ان شاء الله ان شاء الله هياك هاليابك كله جميل ومطمئن جدا زمين العزيز فاروق صلاح سؤالي الاخير ليك قبل من اختم معاك هذه المكالمة وهو سؤال خارج الاطار تماما يعني عامل حسابنا انا واخوك كريم فضل واختك مريم سبيح في شكولاتات وحلويات وانت جاي ولا ما فكرتش في ده لا افكر والله سألني قبل ما يسافر سألني قبل ما يسافر والله ولا سألتني ولا سألت كريم فضل لا ده اكيد طبعا يا كريم انت عارف الشوكولاتة دي من الحاجات الاساسية انا عندي يعني فريدة برضو من كان اللي اعايزة شوكولاتة فانت عارف الحاجات دي ما تحطنا في الزلاج مع فريدة وانلا مش انت عارف هنقول ده في اول لقاء دينا بعد عودتها شفت اول ما جاء سرت الشوكولاتة هرب فاروق افل افل كل الشكر لزميني العزيز فاروق صلاح اللي الحقيقة متقلق كالعادة في تخطيطه للفعاليات ولكل لحظة حصلت في معسكر النادي الاهلي في النمسا شكرا لك يا فاروق طيب نرجع للشوكولاتة الكلام حلو اللي تقال ومطمئن اللي تقال ويحسزك كده ان اللي جاي حلو ان شاء الله وده يخليني اسألك احنا كنا بنتكلم من شوية بنقول ان جماهير النادي الاهلي في كل مكان تموحاتها اتصعدت في الفترة الاخيرة وانا دلوقتي مستنين اللحظة اللي حنقب فيها في منصة التتويق ونشوف فريق النادي الاهلي في اللقاء النهائي الى اي درجة ده ممكن يكون قابل للتنفيذ الى اي درجة ممكن ده يحصل فعلا في النسخة دي من كأس العالم للاندية فضوء اللي انت شايف عليه لعيبة النادي الاهلي وفضوء اللي انت عارفه عن كل الفرق المنافسي يعني هو الطبيعي ان احنا ناخد الامور خطوة خطوة يعني ننتظر نشوفها المواجهة تكون مين زي ما قالت مريم الاقرب والاتحاد جدة نتخطأ عقبة اتحاد جدة ثم نصف نهائي واعتقد ان شاء الله هيكون نهائي بين الاهلي ومنشستر سيتي الناس كتير بتقول اتحاد جدة بالصفقات الجديدة بالمحترفين لا الاهلي يقدر يتعامل مع المباراة فنيا بشكل كبير الجمهور هيساعد بشكل قوي جدا يعني اتمنى تكون اللجنة المنظمة تراعي ان يكون فيه عدلة في توزيع المقاعد ما يكونش لصاحب الارض العدد الاكبر لان لو الامور تم طرحها بشكل مبكر يعني الجمهور المصري مش الاهلاوي فقط جمهور المصري هيحتل الملعب لا انا عايزة تخيل معاك يا كريم لو حصل المفاجأ خلال 24 ساعة اللي جايين دول في صفقة محمد صلاح والاتحاد جدة مع ليفر بول فكرة انضمامه للاتحاد جدة وان هو يقابل النادي الاهلي دي غالبا هتبقى الواجهة التالتة على ما اعتقد يعني انا مش متأكدة قوي من المعلومة بس ممكن يكون في كأس العالم لا مش كأس العالم لان ده عموما صلاح ان هو يواجه النادي الاهلي مع فرق اخرى لا لا هو سبق واجه النادي الاهلي مع المقاولين وسجل في مرمى النادي الاهلي واجه الاهلي وديا مع فريق روما والاهلي حقق الفوز بنتيجة 4-3 معاك فكرة وجود صلاح قدام الاهلي يعني لو حصل مفاجأ خلال 24 ساعة اللي جايين دول يعني الاهلي صلاح العيب كبير طبعا نجم عالمي ولكن هي مش بتتحسب كده يعني بتتحسب بمنظور آخر يعني فيه تاكتكس بتعامل في المال للعب لرقابة يعني حتى كان صلاح موجود كريم بن زيمة وموجود يعني لا اتحاد جده فريق قوي حتى من غير وجود صلاح أكيد وجود صلاح هيديف لهم إضافة فنية كبيرة وعظيمة في الجانب التهديفي والسرعات بشكل كبير لكن يبقى الاهلي بمنحضر الاهلي يقدر يتخطى عقبة اتحاد جده في وجود العناصر المحترفة طبعا أيا كانت الأسماء لأنهم يعني على الصعيد الفني عندهم مشاكل داخلية زي أي فريق في العالم يعني مفيش فريق بلا أخطاء أو بلا عيوب وزكاء المدير الفني أنه هو يستغل هذه الأخطاء لصالحه وأعتقد أن كولر وحضراتكم متفقين معايا أنه هو يمتلك من الزكاء الكبير أنه يقدر يشتغل على المباراة دي بشكل قوي جدا ومعاه تيم مساعدين ما شاء الله يعني معاه عناصر إضافة ريدا سليم وإمام عشور وكريم ندفد إضافات قوية جدا 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 حتى معتز محمد لاعب واعد وبرومسنج بشكل كبير في خط الدفاع وشايفين في آخر مباراة الدوري عمل شراكة دفاعية مع رامي ربيعة ومستمر فيها في المعسكر الخارجي ده شجاعة ونجاح كبير جدا لللاعب وللجهاز الفني أنه يتم تصعيد لعب من موليد 2005 بالرغم الموجود مدافعين آخرين يعني في مدافعين أكبر منه في السن أو في فرق النشقين مميزين جدا 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 وهياخدوا فرصهم يعني أي لعب هيبرز بشكل كبير في قطاع النشقين في النادي الأهلي أعتقد أنه هيكون مكانه الفريق الأول في الفترة المقبلة وديش هادة نجاح لكابتن بدر رجب وكابتن وليد سليمان وجميع مدربين القطاع يعني عشان وطبعا كابتن خالد بيبو على الفترة اللي كان موجود فيها ده كويس جدا يعني أنك تشتغل على أنك تعمل تدعمات خارجية ممثلة فريدا سليم وأنك ترجع بعض العناصر اللي كانت مميزة في الأعارة زي كريم ندفت أو لعبين أحرير صلاح محسن زائد أب الضبط صلاح محسن زائد أنك تطلع وتخرج من قطاع النشقين اللي عندك ده نجاح كبير جدا أنت بتعمل عملية إحلال وتجديد داخلية يعني أنت مش بتخرج عناصر أنت بالعكس يعني أنت بتدخل عناصر تضيف قوة وتصعد كمان القطاع قوي جدا أنت مارح أكيد تبعت المباراة 8-0 في ضربة بطولة الجمهورية 2005 فأكيد بيصعد عناصر قوية يعني الفريق ده فيه عناصر كتير جدا قوية واشتغلوا من فترة طويلة عليهم وهنشوفهم قريب جدا 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 مع الفريق الأول فيه أكتر فيه كمان يعني فريق 2006 برضو كويس جدا فريق 2003 بدأ بداية جيدة وهو حق الفوز برضو على فريق البلدية فبالتالي فيه خطوات مبشرة يعني مبشرة بلاس أنك زي ما قلت لحضراتكم أنت بتنزل بمعدل الأعمار وده مهم جدا يعني أنت بتشتر واللعيبة اللي بيرجعوا لك من إعارة بيرجعوا نضجين فكرة الإعارة في حد ذاتها ده يعني مفيدة جدا بصراحة مفيدة جدا يعني أندية زي تشيلسي وأندية زي مانشستر سيتي وأندية زي بارشلونة وريال مادريد حتى استفادوا منها يعني في خلال السنوات الأخيرة ده منعش برضو أن في بعض الأحيان ممكن يبقى في جماهير عندها تحفوزات يعني يقول لك ليه نعير اللعب الفلاني ما يبقى معانا بصراحة هي وجهة نظر فنية بحثة بتقول إيه أنا عندي لعب زي معتاز أو زي عبدالله بستانجي مدافع عظيم مدافع رائع جدا موليد ألفين وخمسة متعارط الفريق سموحة وهنشوف السيزون ده من النادي الأهلي بتبقى حظوظه قليلة جدا في اللعب لأن أنا عندي لعب أساسي اسمه محمد عبد المنعم ولعب أساسي ياسر إبراهيم بالإضافة طبعا لبحمد متولي ورمي ربيعة دول لعبة كبار ولكن أنا بلعب باتنين دس فأنا عندي أكتر من مدافع طيب حظوظ لعب زي عبدالله هتكون قليلة جدا أنه يلعب طيب يروح فريق قوي يشارك ويستفيد ويتم سخل خبراته ويرجع لي تاني ولا يفضل عندي وما يلعبش الأفضل أن تتم عارته فبالتالي ده أو دي خطوة كويسة جدا اللي كان مزعني بشكل شخصي أن الاتحاد الكرة قرر أنه يقلل عدد الإعارات لخمس لعبين فقط في حين أن دوريات أوروبية كبيرة بيبقى العدد مفتوح أو العدد أكبر من ده طيب ليه أنت ما بترعيش ده أو ما بتبصش على أن فيه استفادة بتستفيدها الفرق أنا مش بتكلم على الأهلي أو فريق بعينه كل الفرق المصرية تقدر تستفيد لأن احنا يعني المواسم بتبقى مضغوطة المراحل العمرية بتدخل في بعض بشكل سريع أنت طبعا بتشتغل على المنتخبات اللي بتكون بتشارك في بطولات عالم أو أولمبية بتهتمي بيها بشكل أكبر طيب المرحلة الأصغر يعني فريق زي 2006 فيه لعبين من نادي الأهلي ومن نادي الزمالك ومن الإسماعيلي ومن بيرامز ومن كل الفرق تقدر تلعب فريق أول طيب لما تلغي الفريق بتاعهم بيحصل إيه بيتسرحوا فالأفضل لهم إن تتم إعارضهم يستفيدوا فنيا وماديا والفرق بتاعتهم تستفيد فأنا كنت أتمنى من اتحاد الكرة يراعي النقطة دي بالتحديد بلاش خمس إعراض فقط طيب قبل ما نختم معك سريان يا كريم عايزين نتكلم بقى عن مواجهات الأقرب يمكن إحنا تكلمنا عن كأس العلامة الأندية لسه إن شاء الله هتقام في شهر ديسمبر ولكن خلينا في المواجهات الأقرب سوبر إفريقي وسوبر ليج كمان يعني المواجهات سواء أمام التحاد العاصمة الجزائري أو كمان سيمبا التنزاني لأن يمكن إحنا تكلمنا خلال حلقات اللي فاتت عن فكرة بعض الناس شايفة إن مواجهة سيمبا هتبقى سهلة ولكن عن جانب الأخر هي مش مواجهة سهلة أبدا فخلينا نتكلم على الجزئيتين دول تحديدا بوسي طول عمر المواجهات المصرية الجزائرية معروفة مهما اختلف المستوى يعني ده تاريخ وبيبقى لها حسابات أخرى وبيبقى لها ظروف مختلفة خالص اتحاد العاصمة واحد من أكبر الفرق الجزائرية واخلال المركيات الحالي عمل تدعمات كبيرة جدا وقوية جدا يعني أي حد بيتابع الكرة الجزائرية عارف ده بالتحديد إن فيه تلات فرق في الجزائر عملوا أقوى مركياته من ضمنهم اتحاد العاصمة وطبعا مولادية وهران ويجي بعد منه مفاقصتي فريق كبير بطل الكونفدرالية بالتالي بتلعب على بطولة وبطولة من ماتش واحد يعني لا يعني ما فيش مجال للخطأ ما فيش مجال للتعويض فبالتالي المباراة دي لها حساباتها الخاصة ممكن ما نتكلمش فيها كتير لأنها زي ما قلت الحضر بتخلص من مباراة واحد لكن لما نروح لمباراة سينبا والسوبرليج والبطولة المستحدثة يعني الناس كتير كتبت إن يلا يا كولر ضيف بطولة جديرة لضلات بطولات سينبا عمل حوالي 8 تدعيمات من ضمنهم التعاقد مع أغلى صفقة في تاريخ الدوري التنزالي وفي تاريخ سينبا والمسير إنها صفقة حرس مرمى من الدوري المغرب ثلاث إنه عمل صفقات من الكونغو ومن الكاميرون عمل تدعيمات كبيرة جدا وأي حد متابع كرة إفريقية عارف إن سينبا بالتحديد من الفرق الغنية يعني يقدر يعمل صفقات بمبالغ كويسة يعني أنا يعني حد يتخيل إن فريق في الدوري التنزالي يعمل صفقة بمليون ونص دولار ده رقم كبير جدا هو عمل ده بيرقصه طبعا رجل أعمال يمتلك قدرات مالية كبيرة بلاس إنه هو عنده عناصر كلنا شفناها في البطولات الإفريقية الأخيرة وكان بيوصل للدور التمانية وقريب من دور الأربعة فبالتالي فريق عنده قوة وعنده وفرة من العناصر سواء اللي بتلعب في منتخب تنزالية أو اللاعبين اللي بيلعب في منتخب زنبيا بالتحديد لأنه عنده عبتر من عنصر بلس يعني بيرامز اتعاقد مع لاعب من الدوري التنزالي بس من المنافسة اللي هو يونج أفريقان فالعين بقت عليهم بشكل أقوى والكرة التنزالية كرة يعني معروفة أنها كرة مهارية شوية يعني قريبة مننا مش أفريقية اللي هي القوة واللياقة والداشينج يعني المطشي مش بالسهولة للبعض على التطلاق لا كمان في نقطة أن سيمبا الفريق الوحيد في قارة أفريقيا اللي فاز عدد مباراة زي عدد مباراة الأهلي في المواجهة المباشرة يعني لعبه ضد الأهلي ست مباراة كسب تلاتة كلهم في ملعبه والأهلي كسب تلاتة طبعا فروق الأهداف تبقى لصالح الأهلي ولكن قدر يكسب الأهلي على مدار التاريخ تلات مرات فده يعني بيقولك إن فيه مباراة متساوي آه بالضبط إنما فكرة أسلو سيمبا والأهلي آه طبعا فيه فروقات كبيرة جدا في الإسم والتاريخ والخبرات بس على أرض الملعب أنا شايف إن إنها مش بعيدة ولازم إن الأهلي يكون أقوى وأعنف وأشرص عشان خاطر يحقق بطولة جديدة تضاف لدولاب بطولاته ويعني إنها البطولة اللي فتحيها نكتكسبها دي برضو حاجة نحن دايما عنا بيبع على أول نصح من أي بطولة آه إن شاء الله إن شاء الله يحصل إن شاء الله الكاف بيقول إن البطولة دي لو استمرت حتصل يعني خلال أربع نسخ حتصل لمئة مليون دولار حلوية زي الفول زي الفول إحنا منشكرك على وجودك معنا يا كريم نورتنا نورتنا يا كريم نورتنا مرسي لحضرتك وأكيد الشكر موصول لمشاهدي خلاة الأهلي في كل مكان على حص المتابعة إن شاء الله يتجدد اللقاء وتشوفكم على خير يوم الحد الجاي بإذن الله ويك أند سعيد لكل وصباح الفول